اشتركوا في القناة 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 بش تكون الغيوم اكثر وفرة في الشمال ومحليا في الوسط وتكون الرياح قوية نسبيا بين 30 و40 كم في الساعة قرب الساحل وقوية في المناطق الجنوبية بش تكون سرعة الرياح مبين 40 و60 واحيانا 80 كم في شكل انفجار لطف يا ربي بش يكون البحر هائج جدا في منطقة سيرات وخليج جيبس وبش تستمر درجات الحرارة في الارتفاع وترى واحد درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة في الشمال وفي الوسط ونحو 22 درجة في المناطق الساحلية وبين 31 و36 درجة في الجنوب من المفترض ان توصل 37 درجة في اقصى الجنوب وفقا لتوقعات المعهد الوطني للارساد الجوية بش ننتلقوا مع الاخبار العالمية نحكيو شوية كورا كوب دومان U20 الاقل من 20 سنوات البرح تونس بدأت البرتسيبات انطيحها للأسف بخسار الماتش به كمهما واحد شيء يكوت للانغلطير الانغلطير عند الجنرسان ديما كيسح عند الصغار واحد شيء كنجمونا انفكوا الانيو للبرح الحقيقة ميبون ماتش في كمبيتسيون انترنشنال من نوع هذي عنا بغارش ما جاركنيش فيها يعطيهم صحة اللي على الماتش اللي عاملوها المقابلة الثانية مش اجمعنا بالعراق بعد غدوة وفنسانك ماي وهذي الماتش المفصل خطر لازمنا نربحوهم فكر انه زوزل ولا يتعديو اوكي اما اربعة من من اصل ستة مجموعات مش اتعديو كت ميرتروازية ما الاربعة الاحسن اصحاب المركز الثالث دونك عنا شانس كبيرة نتعديو للدور الثمن النهائي ما نزمنش نضيعو الفرصة متاع مقابلة العراق مثلا مقابلة العراق نهار خمسة وعشرين بعد غدوة وماتش لوروغوين نهار ثمانية وعشرين نهار تلاحد نهار تلاحد دونك بعد غدوة الخميس كيكا الخميس نلعبو كونتر العراق ونهار لحد نلعبو كونتر لوروغوين الماتش العشرة العشرة تسعة متعليل كونتر العراق والستة متع العشية كونتر لوروغوين بتشارلا بالتوفيق لمنتخب الوطني لأقل من عشرين سنة في كأس العالم هذية باش ننتقل احنا مع الاخبار العالمية مع اللي ترينت فرح باشتحكينا على باشتحكينا برشة كورة جستمون على البوليميك اللي ساير حاول فينيسيوس وعلى البوز الكبير اللي عامل وولد كريستيانو ورونالدو باش نحكيه زادة على الابليكاسيان جديدة متع متا متا فيروس اللي باش تنفس بها تويتر باش نحكيه على البوليميك متاع البيكيني في لبنان واباش نحكيه على ترنت جميل بيع بدون بلوتو بيع بدون بيع معناها تدخل تلقى السلعة تهز تحط الفلوز وتمشي على راحك اسكيه حاجة كيما هاك تنجم تنجح في تونس وإلى لي وين نجحت في الأردن عليش نجحت وعليش عملت البوليميك هذي الجميلة تفاصيل بعد شوية في أخبارنا في النص ساعة الثانية كيما قلنا باش نحكيه على لبوز متاع ليفاند كاترير الأخيرة في العالم العربي وفي العالم الكل ساعة وضي اللي وصلت للفضاء ومش وصلت بأي طريقة نحكيه على زوز رواد فضاء واحدة منهم امرأة اسمها ريينة برنيويت وتتعرف عليها بعد شوية ومش نسمع المساج اللي بعثته من الفضاء لأول مرة امرأة مسلمة عربية في الفضاء رغم العلم ما عندو حتى علي قلاب الدين ولا بالجنسة يعني نبدأ بالبوز المتاع اللي عمال بوليميك في الاربعة وعشرين ساعة الأخيرة نحكيه على فينيسوس اللي عاني من العنصرية في اسبانيا وعلى الريال اللي تخل على الخط صبح النور فرح صبح الخير خالد صبح خير لعبي تسمع فينا الكل اعتذر على الرؤتار لحقيقة حاجة خارجة على نطاقي فأفسر عليش خارجة على نطاقي واشوش أفسر باللي ذي فيهش تفسير بيه فينيسوس يعاني العنصرية في اسبانيا والريال لتخل على الخط كيف احديث اخر ماتش للريال صدرت العناوين العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي الماتش اللي كان ضد فالنسيا وفيه بفوز فالنسيا واحد سفر في الدقيقة الماتش دخلت كرة اخرى للتيران فواحد من الملاعبية متاع فالنسيا اضرب فينيسوس بها توجه ساعتها فينيسوس للجماهير تحديدا الوحد بقى يهتف يا قرد يا قرد حشيكم وقال له انتي هو القرد حسب جريدة ماركة الاسبانية الماتش توقف المدة عشرة دقايق وتخال فينيسوس في نوبة متاع بوكي وقال هو في دقيقة سبعة من الوقت البدل الضايع وكي هو خارج من التيران اغزر للجماهير واشار لهم بيدي اللي هو يتمنى اللي لكي بمتاحهم تهبط للدور الثاني وستهو تيفيت عن سوريا القاف فينيسوس بعد الحاد تضامن كبير من الملاعبية متاع الريال اللي سندوه كمان بنزيمان بابي كازميرو وغيرهم اللي عبر على تضامنهم معاه على مواقع التواصل الاجتماعي كلك سواء على تويتر ولا على الانستجرام ورفضهم لأي نوع من أنواع العنصرية على أي ملاعبية فينيسوس هو زيدا هابت التويت كتب مش أول مرة ولا ثاني مرة نتعرض للعنصرية في الدوري الإسباني حاجة توجع برشا اللي الدوري اللي كان الملك اللي كان الميسي وكريستيانو ورونالدينو اليوم ينتمي مع فينيسوس لي ما كان للعنصرية في كرة القدم والفيفا يقف بجانب أي لعب يتعرض لهذا النوع من المعاملات وريال مدري توت تقدم بشكية رسمية لمكتب المدعي العام للدولة في قضية العنصرية ضد لعبها الجديد هو أنه الرئيس البرزيلي هو زيد الدخل على الخط فينيسوس كتب عبارة سهلة هو السلوغون بتاع البطولة الإسبانية يقول لك It's not football It's la Liga كمكوار أو حاجة أقوى من الفوتبول يخي فينيسوس بدو استعمل هذا السلوغون بشيقول راهو لا لغة ما عنده حتى علاقة بالفوتبول وليوم فالبرح لأنه جديد صار البرح زيد البرح فما التلويح من عند فينيسوس برغبته في مغادرة البطولة الإسبانية بصفة نهائية وبداية الكيبات تسخن خاصة في أنجليترا جونيور لوحدة من الفرق الأنجليزية في سبق ستكون مفاجأة المركات الأقادم الجديد هو دخول الرئيس البريزيلي لولادا سيلفا على الخط عمل خطاب كيمل حول الموضوع وتهم الليجة وقال أنه ما يجيش أنه أحسن جوار في الريال مدريد وأحسن جوار في العالم يصير معها الأشيء ذي وليلوم عليه العالم الكل حتى أنفانتينو كما كنتو كنتو تسمع معا الفرح لم على الليجة لم تنتيحها ولم حتى على الاربيتر الطريقة اللي تصرف بها في المقابلة وقال أنه كان لازم أن يوقف المباراة تنتقى الحكاية ما زالت عامل بوليميك كبير في العالم هل بش تنتهي بخروج في نيسيوس جونيور في صفقة كما قلنا مفاجأة من ريال مدريد وقال المستقبل يجاوبنا البيع دون بيع يتصدر تراند في الأردن تصويرها تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والقاتل استحسين جماعي من العباد اللي شافوها وحبوا الفكرة تصويرها متاع كاميونة صغيرة يبيعوا عليها دليع في مدينة الصلط أما الحاجة المميزة اللي ما فمي في مدينة الصلط الصلط أي أما الحاجة المميزة اللي ما فميش بيع موليها كتب ليفتا صحتك ما عرفش اسم هين ليه أنا مكتوبة مالي دونك البيع دون بيع مقابل ديناري وحط صندوق على جنب للعباد بش يحطوا فيه الفلوس على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا أنه العباد لكل شريت وما صارتش عملية سارقة بالعكس لحكاية ظهرت أمينت سوكين المدينة واللي الراجل ببعد لقاء الصندوق ولقاها معابي بالفلوس ولكن ناس معانا حاجة معناها أخبار من النواة هذين نحشم شوية خطر خطر رهو سيكزيست في بلاي الزخري وخطر ريت البلدين البلدين بتاع بتاع الجزيرة العربية ديزا بلدين بتاع المنطقة هذيك ديما يتفخروا سوكينها بأنه يقول لك احنا راو نعيشوا في سيكوريتي وتنجم تخلي بيب دارك محلول وتنجم تخلي بيب كرهابتك محلول ما تسرقش وحتى التوينسة اللي يعيشوا غادي يقول لك راهو صحيح لأحكي أحنا حاطين طرف الخام في راسنجلا في أعلى نقطة في إفريقيا تسرقوها أي معناها فما 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 الليماج بعيدة على بعضها ياسر إذاك عليش قلت لك ساعات كي نسمع هذي النوع من الأخبار في اللوردن ولا في أي بلاسة في العالم نحشم شوية مايبوع ما عندي عليش نحشم فهمت أما كوميم كالتونسي تنجم تقول علش هوا ما هاك وعليش أحنا آه صحيح يعني قلت لطرف الخام ولا طرف نحال ساعات واحد يخو عليها ريسك متاع عشر أسنين حابس ما فهمتش عليش مايبوع هانا عايشين وكهو سؤال إنكاري سألتوا في المقدمة هل تنجح الحكي كي ما هاك في تونس وليه طبعا لي رغم اللي شوفنا في وقت من الأوقات وانعلش ديما نقول راو نحب ولا نكره الفترة متاع شهر شهرين ثلاثة أشهرة مايب بعد 14 جنف في 2011 عشنا في بلاد أخرى على خاطر شوفنا نوعية المظاهر هذي متاع لي ما عنديش هزبليش ومتاع الصف في الكوشة ومتاع التباق الواحد اللي تكل منه ولا تحومة كاملة في الليل وجو هذيك الكل شوفنا هتنهر لبعد الكوروناري نحاجت كي شوفنا شي كميم معنى 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 العبيد اللي العبيد تعاون بعضها ولي ما عندوش يخب ليش بوز كبرش عبيد ما خدمتش وقعدت في الدار ومخذت شهريتها الحقيقة ما شوفت شبر كيمة انا شباح ذي تاكسيس تجاري للملك مرجلو الكبدة متاعه على الكريا للك هو ما يخدمش فهمت ولركو الملك عندو عمارات معنى هموش مستحق لخمسمائة لستمائة لسبعمائة لفتاع الكريا بتاع التاكسي استقامت مرجلو قلبو كميم فهمت هذي 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 داريتين شوفنا اكيد او ممتون انا انا الاعزب الوحيد في العمارة بتاعي عايش خمسة سنين في العمارة عمرو نهار روح تدق علي وقال لي ما يعرفوكش عارس هاو صحن لخية ولا حتى صحن شكشوك تقرع فهمت شنو ما يعرفوكش معناها جوش تمو لفتلي متعرفش جيرينك ليه تبدلن شوية ما عارش ما عارش كما قبل ليه هذيك متع جيرين اللي دقوا على بعضهم ويضوقوا بعضهم ميك لان اي اي ما اوه اي صي اي اذيك انداثر اي دارك ولا اوها والعبيد هاك حت نصبه وخوذ وخلف ويلقى الصندوق متاعه معابي بالفلوس مش حتى خوذ بليش معناها فمشكن ممكن يهزب ليش اما هو حتى اللي هي بالفين ولعبيد شريت ولقى الصندوق متاعه معابي بالفلوس تعديو الاخبار اللي بعد في لبنان غلغين خاطر معندهم حتى مشكلة حتى مشكلة سفر مشاكل في لبنان ياخي قالوا هين تعاركوا في لبنان فم أزمة قديمة جديدة معروفة بأزمة البيكيني بعد ما جمعت جمعيات نسائية على البحر جنوب البلاد من الدين باللي وصفوه بحملات القمع والتنمر ضد إنساء بعد الجلسة متاحهم اختاروا انو يهبتو يعوموا في البحر بلبس البحر اللي هو البيكيني فالوضع تأزم والليت اشتباكات بناتهم بنات الشرطة مش هزا بركة الفيديوهات اللي بارتاجهم على مواقع التواصل الاجتماعي يظهروا أنصار الحشمة كما يقولوا هما يعتديوا عليهم بعبارات وشاتم وغيروا وهزوا ليفتات فيها صيدة مدينة الأخلاق كرفضهم إنو النساء يلبسوا البكيني في البحر لحقيقة اللبنانيين علقوا على الموضوع وعبروا عن استياءهم التعليمات جديدة اللي فرضتها البلدية وبرشا قالوا وش معناها لباس محتشم في البحر وتسألوا شنو يلبس العابد كي يهبط يقوم أبر لباس البحر اللي ولا ممنوع وعبروا عن رفضهم الحملات القمع والتنمر مأكدين إنو أي راجل وإلا مرأة حر في طريقة لباسه ما عنتمش مشيك الجملة هو مرأة شسمها اللي رطايحة لحتى شي هي كهوية تلهيو شوي بالبيكيني داخل صيف تعرف معناها مجموعة من البشر تتلم تقول راهو لازمنا نعملوا قانوننا منعو البيكيني ولا دو بيس ولا اللي هو كل واحد حر كيفاش يعمو مرأة أي مش نبدأ متفاهمين أنا أمي بتعم بجب معناها ما عنديش كل واحد يعمل اللي رايح أما مجموعة من ناس تتلم تقول راهو ممنوع على نساء يعمو بالبيكيني في البحار معناها أنت تعترف أنك أنت سامحوني في الكلمة حيوان كي ترى طفلة بدو بيس مجموعة من شد روحك ولا تعدي الاخبار لي بعد متاع ينافس تويتر بتطبيق جديد شركة متاع قاعدة تحب تستغل الأزمات اللي قاعد يعيش فيها التويتر وتحب تنفسه في أهم ميزة للأبليكاسيون وهي الاكتيبة متاع النصوص القصيرة شركة متاع على انستغرام تسعى بش في شهر جويل يتخرج أبليكاسيون جديدة اللي على حسب الخبراء بش يجلب أكبر عدد من المؤثرين والمشاهير اللي مستقين من خدمات تويتر في عصر إيلون ماسك اسم التطبيق الحقيقة مزال مش معروف بالضبط أما الميزة متاعه إنك تنجم تكتب نصوص قصيرة وتزيد معهم تصور وإلا فيديوه وإلا دليان واللعبات تزيدة تنجم تكتب دي كومنتير عالبوست متاعك الابليكاسيون بش تكون مربوطة بالانستغرام متتحل كين بي هو وتنجم تعمل فولو لأي عبد كما على انستغرام شركة متاع تتوقع إنه الابليكاسيون جديدة بش تلقى نجاح باهر خاصة إنه عدد مستخدمين لانستغرام مليار ومئتين مليون شخص عكس التويتر اللي عنده 400 مليون شخص اكهاو ايلون ماسك كهاو محصرت ايلون ماسك كهاو أكبر صفقة في التاريخ وبعد اي مش اي مصفقة بش تكون منعرش حتلتاو فيش لو نوع ما فيش لو حتلتاو مفشل الانهيل وحتلتاو مفشل الروح ابليكاسيون كيما تويتر من عند متاع مربوطة فيسبوك وانستغرام وغيره تنجم تنجح في تونس على مش كما خليج البلدان العربية كوكو احنا دي معانا مش لمنع النصوص ما نكتبوش برشاة نكتبوش برشاة نكتبوش برشاة كيما من اللي احنا صغار دير كتحلكتين تفرج في تصاور تتحدى الاكتر بان افيدا تفرج في تصاور ويتعدى كتحلكتين ما تقراش في تصاور ما تقرأش دوك افليكتين كيما هكا بيش تفك من المرشي متاع تويتر في برشاة بلايس نجم تحل المرشية جديدة كيما تونس ميبون نسي جميع اما حرب متواصلة ما اسمع ملت شاة جي بي اي الحرب جي على على جستما لسيتم تعل انتليجنس الارتفيسي جسما جوجل قد حضر افليكتين كيما شاة جي بيتي حاجة توقف المخدج واحد من اللي تلع شاة جي بيتي حسرح يحكي مع مكينة وتجيوب فيه بالحق تجيوب فيه خير ملعبات تجيوب وتجيوب معنا قد تستعم في شاة جي بيتي والله ايش باش نقول لك حليت والله تخوف والله العظيم فما دراسات تحكي على 300 مليون وظيفة 300 مليون وظيفة في العالم باش تتفسخ تندثر بجرتي قلم من هنالسبتامب نحكيه على 3-4 شهور اخرين في جورة شاة جي بيتي الشركة والله تطرت في الخدمة وتعوذ فيها بابليكاسيون بتاع انتليجيون ما عادش حتروبو والله شايخا بسرعة نحكيه على المرتبط بولد كريستيان رونادو دونك فيديو الولد رونادو يلقى رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو انتشر من لول على تويتر الرونادو جينيور اللي عمره 12 سنة ويحكي بالعربي بعد اشهر قليلة من اللي ولا يعيش في السعودية الفيديو يوثق كيفيش واحد من صحاب ويسئل فيه احوالك بجيوب وهو قلو الحمد لله البرتي الصغيرة متاع الفيديو اللي مدتها 4 ثواني اكهو انتشرت بطريقة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعملت تقريبا 500 الف جيم وشافوه اكثر من مليون ونص عابد على تويتر وصدي كومنتير توشيد بسرعة اقلم العائلة في بلاد عربية مسلمة الحمد لله قالوا الحمد لله سئلو شحويل قالوا الحمد لله ما شكل يزادت لك ونفيها الكلمة ليه قالها منطوق الحمد لله حكا بكل اريح يقال ولا جاو معنى نفرحو كي ولد كريسانو اسفوان اسفوان داخلين في حيث في ايمان واحد استنوا في كريسانو ولاد يقول ولد كريسانو ولاد يقول الحمد لله هو اصلا ما كنش عارفها ممكن اللي هي موجودة ايه ولا معنى هو قدش عنده هو في السعودية وش لزك ايه هو قدش عنده في السعودية تعال معنى يحكي بالعربي ويحمد فيه ربي والحمد لله مفهوم البرز الجميل مفهوم وانتوكا ماشي بكو فراح كنت هذه اخبار موقع تواصل الشيماعي في الاربع وشرين ساعة الاخيرة مش نسمعهم يفم اكس نسمعهم مايكل جاكسون راجعين في بيتوقيت غرينيتش مرحبا بكم من جديد تسمع في بيتوقيت غرينيتش 36 دقيقة بيتوقيت تونس بش نتلقوا مع الاخبار من السعودية نقارو احنا نحكيه على انجاز تاريخي جديد للسعودية والمرهدية مش على المستوى اللا سياسي ولا الاقتصادي المرهدية نحكيه على العلم وفي ابها تجليت وسعودية اعلنت عن نجاح انطلاق اول رحلة فضاء بتاريخ المملكة لرائدين سعوديين التجه للمحطة الدولية للفضاء وسط ترحيب واحتفاء كبير في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي نحكيه هنا على اول رائدة فضاء عربية ومسلمة رغم اللي العلم ما عندوش علاقة لا بدين ولا بجنسي ريانا برناوي وعلي القوراني كانوا ضمن طاقم عمل كامل علامة فالكون نوف ساروخ من صنع شركة سبيس ايكس متاع ايلون ماسك والرحلة قعدة تمر على احسن ما يرام وريانا بحثت حتى فيديو كسرت لي ريزو سوسيو ووسائل الاعلام وهاو بش نسمعها شنو قالت من الفضاء في رسالة وجهتها الى العالم الكل نسمعوا الاكستري خليل نسمعوا الاكستري متاع ريانا اللي بعثته من الفضاء السلام عليكم من الفضاء والله شرف مرة مرة كبير ان نكون نحن في هذه الرحلة التاريخية زي ما تشوفونا نطف ونحاول نثبت نفسنا لكن فعلا احب ابدأ الشكر بقيادتنا وصاحب الرؤية ولي عهدنا محمد بن سلمان على دعم لهذه المهمة شكرا الهيئة السعودية للفضاء شكرا اكسيوم شكرا سبيسكس شكرا ناسا وكانات الفضاء اليابانية والاوروبية كلهم على تدريبهم لنا طبعا شكرا لستو لعائلتي الجميلة واصحابي ورواد الفضاء السعوديين علي الغامدي ومريم فردوس على دعمهم فهذه الرحلة لابناء الوطن الغالي نحن الآن في عصر التمكين والازدهار بفضل الله ثم قيادتنا الحمد لله نحن الآن وصلنا عنانا السماء كل ونشتغل على حل أمله وبإذن الله رح نوصل ولكنت هذه رسالة من الفضاء لرائدة فضاء سعودية اليوم المرة مرأة مسلمة وعربية في الفضاء كما قلت نعود العلم ما عندوش على قلاب ديننا ولا بالجنسية أما الانجاز طبعا تاريخي احنا نجم نقول ونسمع فيكم توا مستمعين خطر هي كانت تشكر في الملك وهي في الفضاء نجم نقول قوة فلوس نجم نقول بروباجندا كبيرة للسعودية ودرش نو في الأخر شوف السعودية لمرأة شوية بارك لتلي ما كانتش عندها لحق تسوق كربا هاي وصلت الفضاء واحنا هانا نتفرش باش نرجع للأحداث المهمة اللي سارت في الوكين دوني في بخلاف القمة العربية كان فما قمة في الصين مع دول آسيا الوسطى وكان فما قمة مجموعة السبع الجيسات في اليابان الاجتماع متاع الجيسات وفي نهار لحد العشية البارح الاثنين الصين استدعات السفير الياباني باش تسمعوا الكليم الصينيين احتجوا على اللي وصفوه بالهوس بشأن قضايا الصين في القمة قالوا لوا اشم جبتكم فينا تلهيو برويحكم والحقيقة عندهم الحق مجموعة السبع فيها كندا فرنسا ألمانيا إيطاليا اليابان بريطانيا وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية في مشاكل تخنق ولكلهم شعوبهم يعملوا في الإضرابات والإحتجاجات على غلاء المعيشة وعلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية لكلهم فيهم أرقام مخيفة أخر أرقام الدول أنه أمريكية على ستة مصاب بالإكتئاب نحكيو في أمريكيا The American Dream سبع بلدان يعيشوا في أوضاع اقتصادية سعبة جدا كيتلموا على شنو قعدوا يحكيو قعدوا يحكيو على روسيا والصين بطبيعة لكلهم قلوبهم واجعتهم على وضعية الأوكرانيين وحتى حد ما في باله بشنو سير في فلسطين وش قال لك ش قال عليك الرؤساء السبعة عبروا عن قلقهم البالغ إذا تساعد التوتر في منطقة بحر جنوب الصين ومن وضع حقوق الإنسان في الصين وباش نبدأ واضحين ره وفما مشكل فعلا تحقوق إنسان في الصين ما قلناش ليه آما عليش تتكلم على هذوكم وتسكروا عينيكم على اللي تعمل فيه إسرائيل وحتى على يعملوا فيه وما بيدهم في بلدينهم وفي العالم الكل للمعلومة منظمة أكسفا عملت تقرير منظمة دولية عملت تقرير على هامش اجتماع على الجيسات قالت فيه إنه دول مجموعة السبعة هذوما اللي يعطيوا في الدروس للعالم مسيلين فيه 13 تريليون دولار 13 تريليون دولار للدول النامية جراء تبعات التغير المناخي اللي هما متسبين فيه 13 ألف مليار دولار 13 ألف مليار دولار نعود الرقم احنا في تونس عاملين فوفعة على 1.9 مليار دولار الدول هذية سبعة مسيلة فيه 13 ألف مليار دولار حلو مشاكل إسيا وإفريقيا مارتين الرقم هذية دائرة الأمم المتحدة فرضت على دول مجموعة السبعة أنهم يدفعوا 100 مليار دولار سنويا للدول المتضررة متغير المناخي وهما وفقوا بشي يدفعوا وصحوا على التعاهد ومن بعد ما دفعوا حتى فرنك قانونيا يتسمعوا قلبة جميع هذو للأسف نرجع لموضوعنا الصين استدعات سفير اليابان وقالولو تم تشويه صورتنا في القمام تاعكم واللي عملتوه اسمه تداخل في الشؤون الداخلية وانتهاك للقانون الدولي وقالولو ردوا بيلكم وراه تومة كيابان الغرب قاعدين يجروا فيكم للعرك معنا وللمزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية سفير اليابان ما كانش من العكسين جاوب قال عادي مجموعة مدام الصين ما بدلتش سلوكها ايش مدخل قالولو جينا هايش هاوك عملوا قمة كمكوا بش يبحثوا على سبل السلام في العالم يخي خرجوا منها بتشعيل النار في عركة جديدة تنجم تنسف بشرق اسيا اذا كان توترت الامور ما بين الصين واليابان والجيرين اللي بش يدخلوا في العمل ايش نيبش كون تابعات الحكاية هذية المستقبل يجاوبناها احنا بقي بش نواصلو في الحديث على نتائج قمة الجيسات واللي خرجنا منها بمعلومة يبدو مش احنا خرجنا محلين سياسيين وعسكريين في العالم خرجوا منها بملاحظة وبمعلومة وباستنتاج قالوا انو دول الغرب قاعدة تدفع في اوكرانيا نحو الحرب ونحو ما سميوها الكارثة كيفاش الاجابة بعد الفصل لهم مواصلين في الاحديث على نتائج قامة الجيسات اللي كيفما قلنا اهم محاورها كان مسائر في اوكرانيا بعد مسار في القمة وبعد بعد نشر البيان الختامي بتاعها تم ملاحظة ملاحظة نقطة مهمة هذا على شنو انتوكا تفقل عديد من الخبراء السياسيين والعسكريين كسوا في روسيا في الاتحاد الاوروبي وإلا في الولايات المتحدة الامريكية يقول لك يا سيدك يا بسيدك مجموعة الدول السبعة هدومة قاعدين بلغتنا احنا يدزوا في اوكرانيا بشتعمل هجوم مضاد على روسيا عليش يقولوا هاكا وشنو الهدف من ذلك سي عليش قالوا هاكا يقول لك الرئيس الامريكي دي جار مش نحكيه على أبرز تعاهو ذات قادة المجموعة السبعة بعد القمة هذه رئيس الامريكي جو بايدن قال سندعم اوكرانيا بطائرات افسيز وسنقدم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 375 مليون دولار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال بليدي ستدعم اوكرانيا مهما استغرق الامر وبقدر ما يلزم المستشار الالماني اولاف شولز قال اولويتنا القصوى هي دعم القوة الدفاعية الاوكرانية وعلى روسيا سحب قوتها رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك قال اوكرانيا ستحصل على القوة الجوية التي تحتاجها نحضر فيها للحرب رئيس الفرنساوي حتى ايمانيو المكنو بالرغم من مشاكل يعيشتهم بلاده الكل قال نعارض تحويل الحرب الى سرع مجمد وندعم رفض اوكرانيا لأي مقترح سلام دون انسحاب روسيا برب نعود هالجملة ندعم رفض اوكرانيا لأي مقترح سلام دون انسحاب روسيا هكا يقول ايمانيو المكنو الخبراء الاقتصاديين فعلا مش الاقتصاديين الخبراء السياسيين والعسكريين تسألوا قالوا هالاوكرانيا مستعدة للهجوم المضاد هذية مع تساعد التكهنات حول قرب الهجوم دونك فما نوع لاحظوا نوع من التردد والقلق في بعض تصريحات المسؤولين الاوكرانيين بيدهم ذلك قال الرئيس الاوكراني بيده فلوديمير زيلانسكي الجمع ليفيتد انه كيف مستعدة للهجوم المضاد اما تستحق مزيد من الوقت بشتولي الظروف مثالية لتجنب الخسائر الخسائر الغير مقبولة المندوبة الدائمة لاوكرانيا في الناتو قالت ولا اكدت بلوتو انه بلدها تدعو الحلفاء الغربيين الى عدم تعليق امال كبيرة بشأن الهجوم الموضاد وعدم اعتباره شيء حاسم قتلهم الهدايا بنعروس هذه المندوبة الدائمة لاوكرانيا لدى الناتو في مقابلة مع تلفزا لتوانية مؤخرا خاطبت الحلفاء هذه المندوبة الدائمة لاوكرانيا في الناتو قتلهم نقولو لكم يا شركائنا الدوليين لازمكم تتحليوا بالصبر ما تضغطوش بشدة على اوكرانيا لانه الهجوم هذه قد يكون مهم اما خلينا ما نركزوش عليها برشا مشيرة الى احتمال الحاجة لعدة هجمات مضادة قتلهم راهو ينجم لتاك هذه ما تكونش ديسيزيف كما انتوما تدخيلوا ولا كما انتوما تدعيوا علاش دونك قاعدين ياغطوا الحلفاء حسب الخبار اللي نحكي عليهم صحيفة الجواردين البريطانية تقول انو الغرب مز استثمر اموال طائلة في الحرب هذية واوشك على استنزيف ترسنتو العسكرية لسالح اوكرانيا وبش يواجه ضغوط كبيرة في الشارع ان لم تترجم الى هزيمة روسيا نعودها الجملة لانها مهمة جدا ومفصلية في ما قاعد يصير في العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ونحكي على صحيفة الجواردين البريطانية بيدها اللي يقال انها قريبة من السلطة تقول لهم تقول انو الحكومات الغربية من يقفون على الحكومات الغربية ما يساعدهمش اليوم يخرجوا شعوبهم يقولونهم بعد الفلوس اللي صرفناها الكل في الحرب الروسية الاوكرانية ما غلب ناش روسيا لانو فم انتخابات في دول الغربية تقريبا لكلها في العامين الثلاثة القادمين وحتى فم انتخابات في الفين وعشرين في الولايات المتحدة الامريكية اللي بش تكون مهمة وربما حاسمة في الحرب هذية مدوك ما نجموش كمرشحين هما يقولوا رانا صرفنا الفلوس هذية الكل على الحرب الروسية الاوكرانية ولتوا لو فات ولتوا لاغلبنا روسيا على هذا يقول الخبراء العسكرين انو الدول الغربية قاعدة تدفع في اوكرانيا للهجوم المضاد لكن يقولوا انو الهجوم المضاد هذية يأما اوكرانيا تنجح فيه في تحقيق ضربة قاضية على روسيا اللي هو مستبعد ان ما قلناش مستحيل نظرا للقوة العسكرية متاع روسيا وإلا فسيكون نتيجته هو دمار اوكرانيا به داخل يا غالب يا مغلوب دون السنس يأما في نفس الوقت الخبراء العسكرين يحذروا من الضغط الغربي على اوكرانيا اللي قد يفسد الهجوم بيدو ويعتبروا باقي يعتبروا الهجوم هذية كما قلنا مغامرة كبيرة مغامرة سمحوني مغامرة عسكرية كبيرة لانو تعاهدات قادة مجموعة السبع اكبر دليل على انو الغرب اتخلى الحرب هذية بشكل مباشر ضد روسيا الغرب هو اللي حب دول الغربية والمجموعة السابعة هما اللي حبوا يحاربوا روسيا اما باستخدام الارض والجنود الاوكرانيين وقعدين يضغطوا على اوكرانيا بيدها اللي يبدو انو المسؤولين بتاها كما كنا نحكيو ما همش قابلين الفكرة مية بالمية ما تزونيش للحرب اصبروا شوية ونعرفوا انو نحكيو على الهجوم المضاد تقريبا منذ نهاية شهر مارس بداية شهر افريل وهاي وخرت حتلتول لانو التحليل التقارير الكل شي الموضوعية شوية عقل شوية مخ يقول انو اوكرانيا غير قادرة علشان هجوم مضاد قاضي كوتيك على روسيا ما تنجمش تيكنيكمان تيوريكمان براتيكمان اللي هو كيفش نحسبوها نحسبوها ما تنجمش اوكرانيا تهجم على روسيا وتغلبها سي امبوسيبل نوك علش الدول الغربية في الليامات في الاسابيع في الاشهر القادمة هل اوكرانيا باش تواصل في تحمل الضغط هذي خاصة انو حتى زيلنسكي حصر الموقف وقال انو لا سلام الا بانسحاب القوات الروسية من كل شبر من الاراضي اللي استولدت عليها روسيا تقول لك انا التيران اللي ربحت تيراني معاشر سلم فيه جملة وابل بالعكس ما زلت مواصلة حتى معركة باخمت وحتى بعد السيطرة على مركة باخمت فاني مواصلة للسيطرة على الاربع اقاليم الاربع مقاطعات الكاملة اللي صار فيها الاستفتاء واللي اختاروا شعوبها انو ينضموا الى الاتحاد الروسي شنو بش يصير دونك الدول الغربية تدفع فيه اوكرانيا للحرب اوكرانيا غير قادرة على الحرب وروسيا رفضة للانسحاب اللي بش يصير ليه مات الشي ربي يستر من وكاو اوكرتو مع تواصل الاستفزازات والتصعيد في فلسطين الساعات الاخيرة بعد ما شهدت اقتحام من كفير للأقصى في لقطة جديدة متاع تبوريب شهدت زيدة للأسف استشهد ثلاثة فلسطينيين جدد في شرق نيبلس واعتقال ثلاثة اخرين وإصابة اثناش السيناريو وحفظناه للأسف قوات الاحتلال دخلتكم كواتلوج على ما سميتهم مطلوبين من المقاومة تصدولهم شبين فلسطينيين يخي قوات الاحتلال ضربوا بالجاز وطلبوا تعزيزات ومن بعد ضربوا بالكرتوش بطريقة عشوائية زوز من ثلاثة شهداء ينتميو الي كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح اليوم احنا ثلاثة عشرين للأسف حصلة الشهداء الفلسطينيين وصلت للمية وتسعة وخمسين في عام الفين وثلاثة وعشرين من بينهم ستة وعشرين طفل صغير ربي يرحمهم ويكتبهم عنده مين الشهداء اي بورتو موضوع القضايا الفلسطينية ما كانش من المواضيع الرئيسية في قمة مجموعة السابع على هذك ديما ديما نتسألوا علاش المعاملة بالأمك يالين وعلاش تحلوا عينيكم على عباد وعلى عباد ليه على بشر وعلى بشر ليه وعليش تحبون العالم يتعاطف معاكم وقتلين توم ما مكونوا متعاطفين مع قضية نتعدي ونختمو بالحديث على الانتخابات التركية اللي تضطوية صفحتها نهار لحد هذية بالدوزيم تور اللي بش يجمع ما بين اردوغان وكالي جدار اوغلو مرشح من الاسوات وكالي جدار اوغلو على 45.2 تقريبا بالمئة من الاسوات والسوسبانس كان موجود حتى قبل يوم التصويت بما انه واحدة التصويت الثاني نحكي لي بش يصير نهار 28 واحدة من المفاجآات المتعال الانتخابات التركية كانت تحاصل المرشحة الثالث سينان اوغان على 5.2 بالمئة من الاسوات ما يجعل من اختياره لشكون بش يصوت هو وناخي به في الدورة الثانية قرار مهم ونجم يكون حاسم في الانتخابات هذه وكان ينجم يقلب الطاولة على اردوغان اذا كانت اختار انه يرشح المنافس متاعه بعد 8 ايام من السوسبانس عامك سينان اوغان اختار انه لا سيصوت قال لأردوغان قال انه المعارضة ما اقنعتوش وكلمه هذا كان في كونفيرانس دو بريس قال فيها زيدا انه اولوية الاولوية وهو تهجير اللاجئين والمحافظة على مكاسب الدولة وعلى قوة النظام على هذيك يقول انه اختار اردوغان لانه المعارضة ما اقنعتوش وقال انه وصول كل جدار اوغلو للحكم بش يعود يقلب الموازين الكل في تركيا في حين انه الدولة قوية وقائمة قائمة للذات ويجبو ان تواصل في قوتها هذي الاختلاف توا على اللاجئين لكن تجاوز الاختلاف ذي ليصوت ليختار ان يصوت اردوغان اردوغان برش قالوا انه اختيار استراتيجي بما انه كان يعرف انه اردوغان عنده اوفر حضور للسعود قال اردوغان اردوغان شكرا لكم شكرا لكم اردوغان اردوغان